أعلن البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي الكاش من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات وذلك بهدف التسير على المواطنين والشركات وذكر البنك المركزي أنه تقرر أيضا رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه مطالبا البنوك بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية من ناحية أخرى أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40 مليار و361 مليون دولار لأول مرة منذ عامين